يوما ما كانت هذه البحيرة رئة العراق وتزاهر على ضفتيها حياة تجذب الصياحة من كل صوب حتى أضحت اليوم مكانا مهجورا لا تمر به سوى ذكريات كالأمواج دون انقطاع إنها بحيرة الحبانية أو ما تبقى منها بعد أن ضربها الجفاف بفعل قطع دول المنبع روافد الأنهار وسوء الإدارة الحكومية لموارد المياه بيد أن العامل الأبرز وراء تفاقم منصويات هذه الأزمة وتهديد الأمن المائي للعراق كما يرى مركز الدراسات السراتيجية والدولية CSIS هو الفساد الحكومي واسع الانتشار وسرقة الميليشيات لمياه البحيرات فحتى مع تناثر الأسماك الميتة على ضفاف بحيرات العراق وتقلص مساحاتها وهجرة السكان تظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرها المركز الأمريكي توسع المناطق الزراعية والمزارع السماكية القريبة غير المرخصة ويشير المركز إلى أن الأزمة لا تقتصر على المزارع التي تديرها ميليشيات كحزب الله والكتائف في محافظات عديدة بل تتمثل كذلك في نفوذ العتبة العباسية في كربلاء بحسب تعبير المركز التي تسببت مؤسساتها بالسنزاف إمدادات المياه القريبة من بحيرة الرزازة ومع اعتراف وزارة الموارد المائية في العراق بأن عدد مزارع الأسماك والبحيرات غير المرخصة فالعراق بلغ خمسة آلاف وأطلاق سلطات الحكومية حملة لإغلاق هذه المزارع إلا أن الميليشيات المتنفذة وفق المركز الأمريكي ظلت بمنأ عن المحاسبة والمساءلة ويتجلى مدى تعظم نفوذ الميليشيات كذلك في إنشاء حكومة السوداني شركة المهندس التي تديرها الميليشيات وهي شركة تتمتع بإعفاء من دفع تكاليف المياه والكهرباء والوقود والضرائب ويمكنها الحصول على عقود الحكومية لمشاريع زراعية دون عملية مناقصة تنافسية واختتم المركز الأمريكي تقريره بإطلاق تحذيرات من مغبة السمرار هذه الأنشطة التي تديرها الميليشيات على حساب البيئة والمجتمعات المعتمدة على المصادر المائية في بلد يشهد أحد أعنف موجات الجفاف في العالم وأسرع معدلات النمو السكاني في المنطقة